حدثنا ابن إدريس قال حدثنا الأعمش عن أبي سفيانا عن جابر عن أم مبشر امرأة زيدي بن حريثة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيت حفصة فقال لا يدخل النار أحد شهد بدرا والحديبية قالت حفصة أليس الله عز وجل يقول وإن منكم إلا واريدها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فمه ثم ننجي الذين اتقوا حثنا أبو معاوية تحدثنا الأعمش عن أبي سفيانا عن جابر بن عبد الله عن أم مبشر قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من غرس غرسا أو زرع زرعا فأكل منه إنسان أو صبع أو دابة أو طيل فهو له صدقة حدثنا أبو معاوية قال حدثنا الأعمش عن أبي سفيانا عن جابر عن أم مبشر قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا في حائط من حوائتي بنئ النجار فيه قبور منهم قد ماتوا في الجاهلية فسامعهم وهم يعذبون فخرج وهو يقول استعيذوا بالله من عذاب القبر قالت قلت يا رسول الله وإنهم لا يعذبون في قبورهم قال نعم عذابا تصمعه البهائم حدثنا معاوية بن عمر قال حدثنا زائدة عن سليمانا عن أبي سفيانا عن جابر عن أم مبشر قالت جاء غلام حاطب فقال والله لا يدخل حاطب الجنة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذبت قد شهد بدرا والحديبية ترجمة نانسي قنقر